بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير للجميع وكل عام وأنتم بخير اليوم بإذن الله تعالى بنتكلم عن طريقة الدخول إلى موقع مدرستي الدخول لابد أن يكون عن طريق موقع توكلنا بداية موقع وليس التطبيق الآن زي ما أنتم شايفين فتح معنا موقع توكلنا وإذا لم يسبق لك التسجيل تختار تسجيل جديد وإذا كنت منه مسجل مسبقا طبعا أكثر الناس سبقوا نسجل في وقت الحجر الصحي فلذلك يدخل بنفس الاسم المستخدم والرقم السري وإذا كنت قد نسيت كلمة المرور اخترع على نسيت كلمة المرور يتحققون منك عن طريق إدخال السجل المدني وأيضا تاريخ ميلادك ثم بعد ذلك تأتيك رسالة تحقق على جوالك بنسبة لي سبق التسجيل لذلك سأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الآن يأتيني رسالة تحقق على جوالي ثم بعد ذلك أدخل الرقم المرسل إليك الآن دخلنا على موقع توكلنا نلاحظ أنه في أعلى اليسار مكتوب بيانات منصة مدرستي نضغط عليها تظهر لنا قائمة بأسماء التابعين وولي الأمر أو المعلم وكذلك مرفق مع كل اسم من هذه الأسماء الإيميل الخاص وكذلك كلمة إرسال كلمة المرور بالضغط عليها تأتيك رسالة على جوالك انسخ الإيميل والرقم السري ثم توجه إلى منصة مدرستي الآن دخلنا على موقع مدرستي من أعلى اليسار في خانة تسجيل الدخول عندنا اختيارين حساب ميكروسوفت أوفيس أو حساب نور كولي أمر نختار حساب أوفيس لطلاب الطالبات والمعلمين والمعلمات الآن زي ما انتم شايفين فتحت معنا صفحة ويطلب مني إدخال الإيميل الخاص فيني الذي نسخته من موقع توكلنا طبعا مع ملاحظة أنه أحيانا البعض قد يواجه مشكلة في النسخ واللسق لذلك يستحسن أن يكتب الإيميل كتابه أيضا فيه تنبيه ثاني أي إيميل هتميل لن يقبل الدخول فيه لذلك وجب التنبيه بعد ما ندخل اسم المستخدم وكلمة مرور اللي حصلنا عليها من موقع توكلنا نلاحظ أنه يطلب مننا إعادة كتابة كلمة مرور جديدة وبالنسبة لي أنا سبق لي التسجيل لذلك ما تظهر أمامكم الآن الآن بعد ما فتح معنا موقع مدرستي بإمكانك كولي أمر طالب متابعة أبنائك ومعرفة مدى تقدمهم وتحصيلهم الدراسي كذلك الطالب يعرف ما عليه من واجبات واختبارات وما إلى ذلك من أنشطة مدرسية كذلك المعلم يجد كل ما يحتاجه من أسئلة واختبارات مرصدة مسبقا عن طريق بوابة عين نتمنى للجميع كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم مطلق الحربي